بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا رمضان جري بس احنا مازلنا بننغمس في أنواره ومازلنا بندوق حلوته هو صحيح مرت أيامه وخلاص بينا العشر الأواخر لكن احنا ماشيين مع القرآن ومع أنواره وبننغمس ومن حسن التدبير أن احنا الملفين ملف المستقبل والسعادة كانوا في العشر الأواخر وبتدينا ملف في العشر الأواخر وبتدينا ملف المستقبل وكان أول حاجة بتدينا نتكلم فيها وإحنا نتكلم في ملف المستقبل بدأنا نتكلم على أن المستقبل ده ممهد لينا وأن المستقبل ده كمان معلوم ومرتب فالمستقبل مش مجهول ده المستقبل مليان خير وبركة ونور وفضل في الأوضاع الاقتصادية اللي احنا بنعيشها دلوقتي زاد فينا الخوف من ضيق الرزق والخوف كمان إن الدخل ما يكفيش ومتطلبات الحياة بقت تكلفتها عالية وكمان بقينا نخاف من تغير أحوال الأعمال فتضيق الفرص وبعض الناس يتخلوا عنهم ويقل الدخل اللي بيدخل لنا لكن الله سبحانه وتعالى أبطل مخاوفنا دي أبطل مخاوفنا لما قال لنا في الجزء الـ 22 في الآية التانية من سورة فاطر في أوائل سورة فاطر قال لنا صفة مهمة جدا وإحنا بنبني مستقبلنا وإحنا بنتعامل مع مستقبلنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز والحكيم تحس كده قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيطمننا بيريحنا بيخلينا نهدى كلمة شوف الاختيار البديع لكلمة الفتح ما يفتح الله يعني مسألة إن اختيار كلمة الفتح كأنها بتخليك تتطمن وتوقن إن خزائن مولاك واسعة ومليانة ومش بس كده وكمان ربنا فتح زي بكده ربنا نفتح حالك فتح الكرام فهي مفتوحة على مسرعيها يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى لما يفتح خزائنه ليك برحمته لازم تستبشل إن المستقبل مليان إيه؟ مليان خير وسعادة وإنه واسع ومحفوف بلطف الله وبنعمة الله وبفضل الله وبحنان الله وبكرم الله فأنت حعيش في عناية الله سبحانه وتعالى وكمان يطمنك إنه ما فيش حاجة تستطيع إنه هي تمسك رحمته حد شقدر يمسك رحمته سبحانه وتعالى فإيه اللي يخليك الآن؟ الآن على إيه؟ ومن إيه؟ وإنت اللي مرسل رحمته عليك مولاك فمستقبلك مش ممكن يديق عليك لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرسل عليك رحمته وهو الذي فتح لك رحمته سبحانه وتعالى وهنا بقى نعرف نسأل السؤال المهم تقول اللي عندنا ده جاي منين؟ إنه بتليته بأربع ما سلته علي إلا لشدة شقوتي وعناه إبليس والدنيا ونفسي والهواء كيف الخلاص وكلهم أعدائي صحيح إبليس ومرضة الجن بيصفضوا في رمضان لكن أنا فلسفتي بتقول إن مركز كل المخاوف والأوهام والمتاع بين نفس الأمر بالسوء فنفسك الأمر بالسوء هي اللي صنعت مجموعة من الأوهام بتعكر عليك شعود الوسع اللي ربنا وسعه عليك في مستقبلك واللي من أهمها وهم غريب وسمج اسمه وهم الفرصة الأخيرة الناس بتاع التدين الكمي ربه الناس على وهم الفرصة الأخيرة مش بس والناس كمان الماديين الكميين حسسوك إن إن الحياة ضيقة وإن الفرص أليلة والفرص بتخلص لا 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 أنا دايما أقول لأحبابي لو أن الفرص انتهت لخلق الله لك ما لا يحصى ولا يعد من الفرص لتزوق حلاوة حبه وكرمه ففي الحقيقة الله سبحانه وتعالى يخلق يبقى أنه يخلق يخلق يعني يخلق بغير حساب ومازال سبحانه وتعالى يخلق ولزاك الله بيقول لنا ما عندكم ينفل وما عند الله يباق لازم كده تحسوا بكده يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون الدنيا واسعة اللي انتو بتتكلموا عن ندرة الموارد لا الدنيا واسعة ربنا بيوسع ولزاك لو كانت الدنيا طقيقة إحنا عددنا مية وعشر مليون المساحة دي ما كانتش تكفي صحيحنا حاسين في ضيق بس ربنا بيوسع ولزاك لازم إحنا ننتقل ونذهب إلى المستقبل في مكان أوسع من ده عشان نحس بوسع الله سبحانه وتعالى فالمستقبل لازم تعرف إن المستقبل لم يسمى مستقبلا إلا لأنه محل محل الإقبال على الله فمين اللي بيستقبلني في مستقبلي الله فما بالك إذا كان الواسع هو الذي يستقبلك في مستقبلك ما بالك إذا كان الواسع هو الذي يفتح لك أبواب مستقبلك الواسع إذا فتح لك أبواب مستقبلك عتكون أبواب وشكلها إيه يا الله على هذا الكرم وهذا السعة وفي خصال لازم تتخلص منها عشان هي اللي بتحول بينك وبينها إن أنت ترى الوسع وتتأقن من أن الله سبحانه وتعالى وسع لك مستقبلك زي صفة الكسل لأنك بتخليك قليل الحركة وما تشوفش نور ربنا سبحانه وتعالى وما تقدرش تستثمر قدرتك ولا بتشوف سعة الحياة تاني حاجة إدمان الشكوى لازم تبطل إدمان الشكوى لأنها بتعميك عن شهود نعمة ربنا ولازم تبطل كسرة الانتقاد لأنها بتعودك إنك تشوف النقص ما تشوفش الزيادة وما تشوفش الوسع وما تشوفش جمال الله سبحانه وتعالى كمان رابع حاجة لازم تتخلص منها نمط الحالي استهلاكي تستهلك تستهلك والحياة بتاعتك زي ما بيقولوا كده اللايف ستايل بتاعك يبقى مليان استهلاك ومبني على فكرة الاستهلاك وطبعا السوشيال ميديا بتدعم فينا مسألة الاستهلاك ده فإيه اللي حاصل فتحس بسبب الإفراط في الاستهلاك في الاستهلاك في الوقت استهلاك في الشراء استهلاك في الأكل استهلاك في الحاجات اللي ممكن تستغني عنها ده لازم يحسسك بالضيق لأنك بتضيع عن نفسك وأسوأ حاجة كمان بتصنع مخاوفنا من ضيق المستقبل أننا نتعامل بالإمساك بالبخل مش الترشيد فيه فرق مبير أو ما بين البخل والترشيد لأن الترشيد فيه توسعة لكن البخل ضيق وحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا البخلان ده تلفا فعشان كده احنا بنصارع من أجل المنفع عشان والوهام اللي عندنا عشان الموارد محدودة فلازم نصارع ده كمان عندنا حاجة بتمنعنا وعشان نعيش إحنا بالسعة لازم ندرب نفسنا لازم ندرب نفسنا على أن احنا نعيش إيه بثلاثية اسمها ثلاثية العيش بالسعة العيش المتسع سعة العيش اللي هي إيه دا يمومة السعي ما قفش لأن في السعي سعة ودايما بنقول اسمع الحكمة دي بس عرضها على قلبك وخليها تتنقش على قلبك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمر كأنه يعيش أبدا ومن كان في يده حلم أو أمل فليغرسه ولو تكالبت عليه الشدائد حتى لو تكالبت عليك الشدائد ازرع حلمك لأن حضرت النبي ما كانش قاصد بس أن احنا لما نزرع الفسيلة الفسيلة كانت حلم لأن الفسيلة دي الزرعة الصغيرة لأن كل زرعة صغيرة بنزرعها بيكون معاها حلم فلازم احنا بنزرع نزرع الحلم كمان وثاني حاجة لازم تكون عندك كمان حسن التوكل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لو توكلتم على الله حقا توكلي لرزقكم كما يرزق الطير وجزء من حسن التوكل هو التخطيط وخط التخطيط حقيقي لما خط التخطيط حقيقي وأنا حاسس ومنطلق من الوسع التخطيط يبقى ممتع والتخطيط يبقى نوع من أنواع الإلهام من الله فترى الغد كأنك اليوم يا سلام نعمة وتبقى عندك بصيرة فتنفذ للمستقبل بس بتنفذ بالمستقبل بنور الله أو من كان ميتا فأحيئناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس تنفذ إلى المستقبل ثالث سفة لازم تكون عندك عشان تساعدك أن أنت تحس بالساعة الرضا لما تكون صاحب رضا يبقى لما تدوم على السعى وتتوكل وترضى لما تكون رضا تحس بالوسع الحقيق لما تكون من أهل الرضا تحس بالوسع الحقيق وأهل الرضا يا سيدي دايما هم حسين بالوسع اللي عندي عارفين يعني إيه وسع من عند الله سبحانه وتعالى وأهل الرضا دايما بيقولوا أن ضيق الرزق من قصر النظر ويقولوا كمان بحب الحكمة دي فوسع مشهدك تنى المسعدة وعشان نتخلص من وهم الفرصة الأخيرة ونعيش بحقيقة الساعة نحتاجين نعمل شوية إجراءة الإجراء الأول التعلم لازم نحرس على التعلم كل يوم نتعلم حاجة لأن التعلم لأن العلم نور والنور بيوريك الوسع كل ما تتعلم كل ما الدنيا بتتسع ولذلك رم ربنا كان في أول خلقنا ولما حب ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ميزة التكريم والتشريف أعطانا العلم لأن العلم يوسع ولذلك إلا حاصل وفوق كل دي علم عليم يعلمه فيوسع حياته ويبقى إحنا لازم نوسع حياته تاني حاجة الإنفق والخدمة اخدم حد كل يوم الخدمة تخليك تشوف مدد الله سبحانه وتعالى الواسع عليك وعلى الناس كمان تحس إن الدنيا فيها سعة مش الدنيا بس فيها خير لا الدنيا فيها سعة لأنك أنت ونزلك رسول الله عليه وسلم يقول ما نقص أماله من صدقة ويقول للسيدة عائشة لا تحصي فيحصى عليك وقول لها لما أنفقت بقيت الشاتو كلها ولم يذهب إلا الكتف اللي هم ما يأكلوه يبقى لازم تعمل كده تالت إجراء اللي أنت يبقى لك ورد من الحمد خلي ليك ورد من الحمد الله سبحانه وتعالى على كل يوم على نعمه الظاهرة والباطنة اختار عدد من النعم ولو على الأقل تختار نعمتين نعمة تحمد ربنا عليها ولو عشر مرات في الصباح ونعمة تشكر ربنا عليها ولو عشر مرات في المساء وكان الله صلى الله عليه وسلم يحب المئات فكان يعد له ما يزيد على مئة استغفار أو ما يزيد على سبعين استغفار فيا سلام لو اعتحمد ربنا مئة مرة على نعمة من النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن حمدتم الله طيلة حياتكم على نعمة واحدة لا تستطيعوا أن تكافئوا نعمه سبحانه وتعالى تالت حقيقة أنا عايزك تهتاني بالنعم تهتاني بنعمة ربنا عليك تهتاني بالصحة نعمة فتأكل أكل صحة تهتاني بالرياضة عشان صحتك فلازم تهتاني بالنعم ما ينفعش أن النعم ماذا تهبنها طيب أقول لك حاجة من الإجراء الخامس تعالوا نفكر في استثمار النعم كل يوم فكر إزاي نعمة من النعمة اللي عندك تستثمرها وتوسع مجالها وتوسع عملها في حياتك على فكرة الناس اللي بينجحوا والناس اللي بيحسوا أن حياتهم بتتسع هم أهل استثمار النعم إذا استثمرت النعم ماذا فتح الله عليك أبواب الرضا وفتح عليك الأبواب الذي يفتحها عندما يتجلي على عباده بالكرم عايش ترى كرم الله استثمر نعم الله يبقى إن دا إذا استثمرت نعم ربنا سبحانه وتعالى تكون من أهل السعة وتعرف أن مستقبلك واسع وإزاي مستقبلك واسع وإزاينا نأكد ده نأكد ده ولكن بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نأكد لكم على المعنى اللي لو تغلغل في قلوبنا ينور قلوبنا كلنا ونحس بسعة الله وبوصل الله وبكرم الله وهو إن مستقبلنا واسع لأن مستقبلنا محل تجل الواسع سبحانه وتعالى وكمان نقرأ وكمان نجاوب على الأسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن كل ده بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم من باركة ودائما بتبع جسر من النور تصلنا بمجالس الوصل مع الغفور سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى لا يقطعنا أبدا عن مجالس العلم بأي حال من الأحوال احنا النهاردة كنا بنتكلم ومازلنا بنتكلم عن الوسعى على أن المستقبل واسع زي ما كان المستقبل ممهد ومعلوم وكلمنا عن ده في الحلقة اللي فاتت كلمنا النهاردة عن أن المستقبل واسع وقلنا نحن عشان نقدر نشوف ساعة المستقبل لازم نعيش بتلات حاجات بدايمومة السعي ولازم كمان نعيش بيئة حسن التوكل على الله وما نقدرش نستمر في ده إلا مع الرضا وقلنا شوية إجراءات ممكن توصلنا بشكل واضح إلى مسألة أن احنا نعيش بالساعة ما فيش حاجة بتوسع عينينا ولا توسع قلوبنا قدي نور العلم نور العلم أن أنت تتعلم ومش لازم عشان تتعلم أن أنت تروح لحد يعلمك ممكن تتعلم من كل حاجة حواليك حتى أصغر حاجة ممكن تتعلم منها كان في بعض العلماء يقول وكان من شيوخي ورقة شجر وكان من شيوخ يريشة كان بيتعلم من كل حاجة فإحنا نعايزين نتعاود أن نتعلم من كل شيء كمان تاني حاجة لازم تتعاود أن أنت تخدم الناس كل ما تخدم الناس كل ما تعيش مع حديث رسول الله سعى من كان عنده فضل ظاهر فليعود على من لا ظاهر له كل ما تحس بالوسع وانزل كل ما النفقة تعاود عليك بإحساس بالوسع في صدرك تالي حاجة لازم عندك ورد للحمد لازم تحمد ربنا على نعم ظاهرة وباطنة فيك وتأقوا رابع حاجة لازم تعتني بالنهم دي وتحاول أن أنت تصنها وتحفظها زي نعمة الصحة تحفظها بالأكل الصحي وكمان بالرياضة وآخر حاجة لازم نعمل إيه لازم نفكر في استثمار النعم لأن كل ما استثمر النعم كل ما حس بالوسع وكل ما حس بإن أنا مع مولايا سبحانه وتعالى وإن حياتي صارت واسعة وتعالوا نبتدي بقى نجاوب على أسئلتنا اللي وصلتنا على صفحة بالنمجنا بالنمج ولا تعسره اللي أول سؤال كان وصلنا فيها بيقول إيه عندي سؤال مهم هل استمرار الحياة الزوجية بالرغم عدم الارتياح لمجرد الحفاظ على الأسرة والأطفال ثواب وصبر توجر عليه ولا ربنا ادانا رخصة وهي الطلاق نقدر بيها نعيش أسعد أو نبدأ حياة جديدة هو الخيار الأفضل السؤال ده سؤال وجيه ومهم وحقيقي وكتير بالنتسئل وكتير بقى خلاص عندنا في الثقافة بتاعتنا إننا حد يجيلي في الإرشاد الزواجي ويقول لي والله أنا عايش ما اتطلقتش أو عايش مع زوجي أو عايشة مع زوجي عايش مع زوجتي أو عايشة مع زوجي بس عشان الأولاد ناس كتير بيجوا يقولوا الكلام ده كلام ده على قد ما هو ينفع يبقى مقصد صحيح لكن هو مش كافي للحفاظ على الأسرة ليه بقى أقول لكم أسرار شوية أسرار عندنا الأسرة لا تبنى إلا على زوجين يعني اللي انتوا بتعملوا ده آه ربنا لو كنتوا صحيح مستحملين والزوج أو الزوجة اللي انتوا بتشتكوا منهم دولا بيسيئوا إليكم وانتوا بتصبروا آه طبعا لكم سواب الصابرين وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يبقى تاخد سواب الصبر وذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمنوا مؤمنة إذا كره منها خلقا راضية منها الآخر فيه بقى مسألة الرضا إن واحد مستقر نفسه ومتزن مهما تغيرت عليه الأحوال أساءت إلي زوجته أو أساء إليها زوجها هي مستقرة النفس ده صاحب الرضا بقى بس أنا بيهمني حاجة تانية بقى السؤال ده وتعلى قد يعني على قد دقته وإن كونه مهم آه يا سيتي آه يا سيتي لو أنت فضلت عشان الأولاد ولو فضلت عشان استقرار الأسرة ده معنى وقيمة راقية بس ما أظنش إن ده بيستمر إيه ليه كده بس آه ما أظنش إن ده بيستمر أنا أعرف ناس آه أنتوا هتردوا علينا تقولوا ده أنا متجوزة وبقالي عشرين سنة مستقرة عشان الأولاد لا 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 لو الست هي اللي صبرة فهي صبرة على أمل إن جوزها في يوم الأيام يرجع لعقله ورشده ويرجع لصوابه ويرجع تاني يحن عليها ويرجع لها ويحس بإن هو محتاج إن هو يحتويها ويحس إن هو يحتاج إن هو يحسسها بالأمان آه هو دي تحقيقة هي صحيحة كل ما ده كل ما بيمر الأوقات وهي ما بيحصل لهاش الإحساس بالأمان وما بيحصل لهاش جبر الخاطر وما بيحصل لهاش التطييب الخاطر كل ما صحيح بتتوجع آه بس بيفضل عندها بصيص من الأمل وتفضل عايش عليه لغاية ما الكوب يمتلق فتبتدي ساعتها تقول لا والله أنا ما بقيتش قادرة أنا عايزة أنفصل فهل ده صحيح أو صحيح؟ طب أنت بتقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا شايف إن حاجة فيه حاجة أفضل منه وفي حاجة أحسن منه وفي حاجة كمان تدخلنا الجنة من أوسع الأبواب وتخلينا من أهل الرضا هو إيه؟ إصلاح ذات البين يعني إذا كان إحنا قاعدين ومجاوزين مع بعض لأن اكتشفنا حاجة غريبة أوي أن العلاقة ما بين الزوجين هي التي تعطي الأسرة رونقها وجمالها فالعلاقة ما بين الزوجين كل ما تحتز ولا تفسد ولا يحصل فيها مشكلة ده بيترسب في نفوس الأولاد وبيحصل إنه هو بيسبق الأسرة كلها يسبق الأسرة كلها بالنكد يسبق الأسرة كلها بالضيق يغزب الأسرة كلها بالعنف يسبق الأسرة كلها بالعصبية كل ده فلذلك انا ما بحبش ان انا اسلم لحد ان هو يجي ويقول لي ايه احنا هنعيش مع بعض بس عشان الاولاد بقول له ماشي بس تعالى نفكر ازاي نعيش مع بعض عشاننا عشان زوجي وعشان زوجتي لان الاسرة بتبنيع الزوج والزوجة اساسا يعني المقصد الاساسي في الاسرة هو الزوج والزوجة اولا ايه ده يعني ما بيبقاش بعد ما يجيبوا الاولاد ده يبقى المقصد الاساسي الاولاد غالط هذا فساد عريض المقصد الاساسي في الاسرة هو الزوج والزوجة ثم يأتي مقصد الاولاد فلذلك لما بنتحول بعد كده ايه اللي بيحصل اقول لكم شوية اسرار لما بتتحول الزوجة ان هي محافظة على البيت عشان الاولاد بتتسمى ام الاولاد وفي الغالب الزوج بيدور على زوجة امرأة انثى وهو لما بتحول الى ابو الاولاد الزوجة بيفضل عندها خواء عاطفي تبحث فيه عن الراجل اللي هو يحتويها وتحس ان هو مالي مالي البيت ومالي عينيها يبقى الكلام ده ليه بقول لكم ما بيستمرش لانه بينخر وبيفسد القلوب ولذلك انا نصحت في الحالة اللي زي دي هو ايه هو اذهب لخبير تعالوا لنا على مركز الارشاد الزواجي بدور الافتقال المصرية ونتكلم الحالة دي ما تستمرش والحالة دي لو استمرت اتخلي الاولاد يطلعوا عندهم مشاكل فيما يتعلق بالزواج وعشان كده بتسأليني ايه الخيار احسن نذهب لخبير في الارشاد الزواجي عشان نخرج من الحالة دي نعمل ايه نستمر اه ونحافظ على الاسرة ولكن احنا محتاجين تدخل خبير وبسرعة السؤال التاني بيقول ايه فيه موضوع مهم جدا رصدته من صفحات السوشيل ميديا وهي الام اي وام الزوجة ايه رأيها عيشي اللي رأيها عيشي زي ما كلنا عايشين كل بنتي بتشتكي من زوجها بتكون في نظر الثقافة بتاعتنا بتتدلع اللي زوجها بيدرابها وبيشتم واللي ليه النهار على القهوة سايب مسؤولية رعايته واللي مش بيصرف واللي بيخون كلها حاجات عادية من وجهة نظر الامهات وتضغط على بناتها بالاستمرار والنتيجة اسر غير سوية السقافة دي حلها ايه حلها شوية حاجات اول حل الكلام دوت وده حل مهم جدا 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 ان الناس لا تسمح بدا ترفض ده لما يحصل ان الناس في الغالب ترفض ده يعني اه والدتك بتقولك استحمله لكن ارفضي ارفضي الخيانة ارفضي العنف ارفضي هل معنى ان انا بقولك ارفضي ان انت بقولك اطلاقي غالط الرفض لا يعني اطلاق الرفض يعني الافاقة ان انا افوق زوجي والافاقة مش لازم تكون بالصراع ولا بالعنف ولا بال لا الافاقة ممكن تكون بان انا ابحث عن المدخل المناسب ان انا ادخله منه محدش قال إن الست عليها أن هي تستحمل المهانة ولا الأذية ولا العنف لا محدش قال ده محدش قال إن اللي بترضى بعض السيدات لازم ترضى كل السيدات ومحدش قال إن ده إن السيدات ترضى بذلك يكون ده صحيح لا الأمهات مش محقة في ده مش محقة إن لو كان واحد سيء الخلق أن هي تقول لها استحمله سوق خلقه لا تقول لها تحط دماغها في دماغها كده ويفكروا إزاي يدخلوله عشان يبطل سوق الخلق ما تجيش لبنتك وجوزها بيشرب مخدرات ومه مدمن وبيأذيها وتيجي تقول لها مع السيدات كلها بتستحمل وفيه الجالة ما مشربهش مخدرات وفيه الجالة كويسين مع زوجته ليه بقى بتخلي بنتك مع صنف السيء اللي بيعيش حيارة ديئة لا يا ستي علمي بنتك حكمة جديدة إزاي تعمل إيه إنها تتخول زوجها بالنصيحة وإزاي تقدر توصل لمعنى من المعنى يفتح قلبه للإقبال على الله ويسيبه من كل المحرمات دي سواء كان عنفه سواء كان مخدرات سواء كان ضربه كل ده حرام فعشان كده إيه اللي حاصل بدل ما تقولي لها اسكوتي واستمري سعديها وقولي لها سعديه إن هو يبقى مفيش بأن أدم مش عايزي بإنسان كويس بس هو إيه اللي ما تخل إليه ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ادفع باللتي هي أحسن علميها تدفع باللتي هي أحسن علميها المدافعة المدافعة عن بيتها والمدافعة تدفع الشر اللي موجود في بيتها ده عشان على فكرة المشكلة مش بس إن الزوج بيعمل كده ومشكلة إن ده كمان بيترسب في نفوس الأولاد فلذلك إلا حاصل لابد إن إحنا نمنع ده وممكن على فكرة يكون المدخل هو الأولاد مش إن الأولاد يروحوا يكلموا أبوهما عشان يتغير لا المدخل إن أولادنا ما يستحقوش ده مننا إن أولادنا محتاجين بيئة أفضل من كده إن أنت راجل رائع وراجل أخلاقك حسن أو من جواك طيب بس أنت بتعمل أشياء لازم تغيرها وأنا عساعدك وقف جنبك وعلى فكرة أنا ما نزلتش بالنظري بالعكس أنت هتزداد في نظري وعتزداد مكانتك عندي لو إنك أنت تغيرت كل ده مداخل ويمكن أن تستخدميها في تغيير هذه الحالة أما المجتمع في أول حاجة وإن الرفض تاني حاجة لازم نتكلم زي ما أنا بتكلم كده لازم كلنا نتكلم في الموضوع ده وإن دي ثقافة لابد إن هي ما تستمرش الثقافة إيه؟ ثقافة إن إحنا من نفذت حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلومة قال لو كيف أنصره ظالما عرفت إزاي أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال أنت رده عن ظلمه فإذا كان هو بيظلم وبيأذي نرده عن ظلمه بالمعروف بالقول الحسن مش نرده عن ظلمه بالصراع والصدام لا بالقول الحسن ادفع بالتي هي أحسن فده شيء مهم جدا جدا لازم نقوله فيا سادة إحنا محتاجين كمان نتكلم بشكل عام العمر الثاني إحنا عشان نقدر نعمل ده محتاجين أداتين مهمين جدا نكتر نكتر بشكل كبير جدا 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 نكتر إيه بقى؟ نكتر تأهيل المقبنين على الزواج الحاجة الثانية محتاجين نكتر كمان الاستعانة بأهل الإرشاد الزواج الحاجتين دولة هنساعدوا جدا في تغيير الثقافة دي ويا سادة إحنا النهار ده كنا بنتكلم على المستقبل الواسع على إن ربنا واسع المستقبل ده وتعالوا إن نلتمس ساعة رب العالمين وإزاي ما تعودنا في العشر الأواخر نتجه إلى مولانا سبحانه وتعالى وندعوه ونناجيه ونقول له يا من جعلت هذه الليالي العشر ساحة تكرم فيها الفقراء والمساكين بواسع وصلك وخالص تجليات جمالك أسألك أن تكتب اسمي في ديوان المقربين المحبوبين الذين استفيتهم بأن تسقي قلوبهم شهد محبتك ولذيزا وودتك أن ترزقني بجودك الحسنة وزيادة فترفع الحجاب عن قلبي فأرى جمال وجهك في كل شيء فأذوب فلا يبقى في فؤادي شيء سواك من فرط الجمال يا رب العالمين أكرمنا واجعلنا بنورك وفضلك من أهل هذا الدعاء اللهم هذا دعاؤنا وسألناك الإجابة فاجعلنا في هذه العشر من الذائبين في جمال النظر إلى وجهك الكريم فنذوب من فرط جمالك يا جميل يا ودود يا رب العالمين